اتكلمنا على التركيب الشجري وذكرنا انه عندنا مجموعة منه الافكار او التطبيقات التكنيكس اللي تستخدم في بناء الموديل او الكلسيفاير اللي على اساسا سوي الداتا مايننج وذكرت انه اكو عندنا اربع انواع رئيسية هي الكلسيفيكيشن والبريدكشن والاسوسييشن والكلسترينج في المحاضرة السابقة شرحنا بصورة يعني مختصرة لكلسيفيكيشن وذكرت ان هو يعتمد على بناء تركيب شجري للداتا سيت يعني الداتا سيت اللي عنده يرتبها بشكل شجرا نسميها ديسيشن تري وعلى اساس قرارات هذه الشجرة يبني عملية يعني يبني القرار النهائي انه يقرأ هاي الشجرة وقراءتها هو الاوت بوت مات الكلاسيفاير ان شاء الله اليوم راح ناخد فد الالغورثيم هي احد الالغورثيم يعني احد الخوارزميات اللي تستخدم في بناء الديسيشن تري عندنا مجموعة مختلفة بس المجموعة يعني اليوم ناخد ابسط واحدة اللي هي البيسيك نسميها بالايد ثري اتري تفدي يعني ديش الايد ثري عندكم مشكلة هسا اللي يقلولي الصوت ناصي يعني الصوت يمقم زيان ست الصوت يقطع يعني معناته عند ناس وناس ما انه يعني علي بالحل لا يسمع فعند ناس وناس صفاء الصوت يمقم يجوز بالنت يمقم لانه بعضهم ماذا يشكون صوت يقطع واضح طلاب يعني المنطقة البعيدة ماذا يتشكيه فاعتقد انه اتعتكم مشكلة بالنت اي فعندنا قدنا اكثر من الخوارزمية تستخدم لبناء ديشيشن تري واحدة معادي هي الايد ثري نسميها اتري ديش اوميسير ديس يوز انتروبي ان انفورميشن قن از ماتريكس خوارزمية الايد ثري تعتمد على يعني احنا رح نحكي شنو هي بس بصورة رئيسية اللي تكوين هاي الشجرة تحتاج انه تجد فد قيمتين نسميه الانتروبي والانفورميشن قن الانتروبي والانفورميشن قن هذا المصطلح وهذا المصطلح رح نعرف شن رح نحسبه والخوارزمية الثانية اللي هي classification and regression tree نسميه نختصرها c-a-r-2 r-t واسمها classification and regression tree انا ما رح اخدركم classification and regression tree رح اخدركم ID3 بس المعلومات انه عندنا ID3 والكارت او هي نسميها بالclassification and regression tree واقو اكثر من خوارزمية واللي بس قلنا بصورة اساسية والبيسيك والسهلة هي ID3 ID3 is an algorithm used to generate decision tree from data sets وهذا واضحة يعني ID3 اخوارزمية نستخدمها لبناء شجرة القرار من ال data sets اللي احنا اشتغلنا عليها preprocessing يعني انا ال data set بعدما خلصت عليها preprocessing وصلت لمرحلة data mining واللي بها عرض افليفت موديل والموديل هو هذا اللي يتخذ القرار فالID3 هي هنا وهي تستخدم في هذه المرحلة اللي هي تستخدم في بناء موديل ليتخذ القرار وطبعا اكيد الID3 لازم تستنم بيانات احنا سابقا صوينا عليها preprocessing step الID3 typically use in machine learning a natural language processing domain الID3 عادة نستخدمها في machine learning ونستخدمها في معالجة النصوص الطبيعية عدنا نسافد علم جديد ساينس جديد في الكمبيوتر ساينس يعتمد على تحليل الكلام ال natural يعني كلام من هذا الطبيعي اللي احنا نذكره او الكمونت اللي نكتبه بالفيسبوك او في التوتر فاقفد علم جديد نسمي natural language processing domain او نرمزه بالNLTK يعتمد على تحليل كلام الانسان الطبيعي ومن هذا التحليل يستنتج انه الانسان شن شان يقصد لنفرض مثلا انا عندي مثلا اريد اذكر انه انا ما اعتقد انه لقاح الكورونا فيروس مفيد فاني اكتبها بهاي الكلمات اقول انا ما اعتقد لقاح الكورونا مفيد واسويها يعني اسويها بوست في الفيسبوك فالNational language processing domain شو تأخذ هاي الجملة اللي هي مكتوبة بكلامي اني وتحللها وتستخرج لأوتبوت تقول لي انه هذا الشخص غير موافق على هذا اللقاح بمعنى يعني انه انطفني في السمرايز او في اختصار للأوبينيان ماتي هذا مختصر للNational language processing domain فالID3 عادة حنستخدمها في هذا المجال او في هذا الساينس اللي يعتمد على تحليل كلام الانسان الاعتيادي The ID3 algorithms began with the original set يعني المزهر بالS يعني هي تستلم الdataset الأصلية as the root node الdataset الأساسية تعتبرها فد root node ترمزلها بالS and on each iteration of the algorithm it's iterated through every unused attribute of the set يعني بعد ما تثبت الroot node من الoriginal set تقوم تسوي loop تأخذ كل attribute هي مو root يعني ما شيكا من قبل وتختار منعة فد وحدة تكون اكثر يعني اهمية وتحطها هو يعني في اللفر الثاني تعتبرها ان هو child الاول وهكذا ونظل تعيد الى ان تكمل كل الattribute اللي موجودة في الdataset كل attribute اكثر اهمية تكون اعلى من الاتربute الاقل اهمية بحيث نحصر عندي فد مستويات الاعلى اهمية يكون في الاعلى والاقل اهمية يكون هو child للاعلى اهمية and calculate the entropy and information gun of that attribute هاي ما شي نشوفه بعدينه في المثال and then select the attribute which has the smallest entropy or largest information gun value اه شون تعتمد على حساب انه الاتربute الاكثر اهمية الاد 3 تعتمد على يعني تقيم الاتربute الاكثر اهمية عن طريق حساب قيمتين نسميه الانتروبي والinformation gun يعني تحسب الانتروبي لهذه الاتربute والinformation gun وشوف منه اتربيوت عدها انتروبي اكثر او عدها information اكثر راح تعتبرها هي اكثر اهمية من البقية وتخليها هي المتسيدة على الاتربute الاخرى بعد ما تختار الاتربute اللي هي اكثر اهمية راح تططيها تفرعات وكل تفرع يحددها على الكلاسات الموجودة في هذا الاتربute طبعني جوز الكنامة الساعة مو واضح هاي الالغورثمز بس من طبقة راح نشوف شون يعني راح توضح المسألة فبعد ما يختار الاتربute الاكثر اهمية راح تخرج من عدها تفرعات وكل عدد التفرعات هاي يتحددها عدد الكلاسات او الليبولات الموجودة في ذلك الاتربute وظل الخوارزمي اتعيد انه ان اتكمل كل الاتربute المهمة عندها في ال data set طلاب هنا اكو مشكلة قد يكون قد تكون مبهمة بس راح نطبقها بكمي مثال ونشوف شون اللي صير اسعان اقصد مشكلة بالصوت او الصورة لا ماضح مشكلة دكتورة معاشي انا اريد نحسب الانتروبي الماشين ليرننج احنا قلنا انه نحتاج نجد فتقيمتين هو الانتروبي والانفورميشن قن فالانتروبي نجدها بهذه المعادلة نقول سميشن بي للاكس الاي مضروبة في لغارة بي في بي للاكس الاي طبعا لغارة توم يعني اساس 2 هانا ناخد الاحتمالية مضروبة في لغارة الاحتمالية والصميشن لكل الاتروبيوت وهنا عدي ماينس هاي ماينس تكنسوها حتى نحن نشرح ليش صارت هنا ماينس الماشين يعني انتروبي is a major of the randomness in the information being a process the higher the entropy the higher the harder it is drawn any conuclusion from the information يعني كلما كانت الانتروبي عالية كلما كانت هنا يعني صعوبة في استنتاج بعض المعلومات من هذا الاتروبيوت للا نحتاج انه نجد الانفورميشن قن حتى يعني تكون قيمتها مختلفة كلما كانت الانتروبي عالية صار انه صعب نستنتج معلومات من هذا الاتروبيوت فالافضل انه تكون الانتروبي قليلة حتى عامية استنتاج معلومات من هذي الاتروبيوت يكون اسهل ماشي الانفورميشن قن يعني صورة مختصرة الشون نقدر نحصل عليه نحصل عليه هو بحاصل طرح الانتروبي ماتل بارنت ناقص الانتروبي معدل الانتروبي ماتل تشايلد نحفظه احنا هتشي سوى نشوف شو رح يصير يعني انه انا عندي هذا الانتروبي ماتل بارنت ناقص معدل الانتروبي ماتل اللي تكون ما بين الانتروبي ماتل تشايلد فهو هذا نجد يعني عن طريق هاي عميته الطرح ناتجه هو يكون من الانفورميشن قن فمعادلت احنا الانتروبي حسبناه بهاي الطريقه قلنا ناقص ماينص ناقص صميشن بي للاكس فيه الاتش للاكس ناقص هذا والاتش للاكس هذا الانتروبي ماتل بارنت فلو عندي اني هذا المثال عندي هذي الداتا ست متكونه من 4 اتروبيوت الاوتلوك تيمبوتر هومدوك 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 وعند الاوتبوت هو البلاي فتبول يعني هذا هنا انا انا ذكرتلكم سابقا انه احنا من ردي نبني فت موديل نحتاج انه ندربه فحتى ندربه لازم ننطي داتا ست كاملة بها اتروبيوت وبيها الاوتبوت مالتسي الاتروبيوت طلاب عندي هذي الداتا ست عندي هاي الداتا ست واللي اريدها ادرب يعني اريد استخدمه حتى ادرب الموديل اللي اريد استخدمه فيما بعد لعملية تنقيل البيانات ذكرت اكثر من مرة جاء اعيد انه اني عندي الداتا ست اقسمها الى قسميا نقسم اخلي بيه الاوتبوت وانطيه للموديل واريد الموديل يتدرب بحيث يقرن لما يكون الجو هو صني وكون هوت ويكون هاي واندويك الاوتبوت رح يكون نوم فالموديل رح يحفظ هذه العبارات الاربعة ويحفظ الاوتبوت مالتين رح يكون نوم فانا استخدم هاي الترايننج داتا ست حتى ادرب بها الموديل فانا رح اشوف ان يعني الادة ثري شون رح تبني الموديل على اساس هذي الداتا ست او شون رح تكون الديسيشن تري اللي تستخدمها لاتخاذ القرار فيما يخص يعني قرار الموديل فانا قدنا عدنا هاي الداتا ست متكونة من اربعة اتروبيوت والاوتبوت مالتها رح يكون نوم فكل واحدة من هاي الاتروبيوت رح اخذ لها الانفورميشن جان واحسب لها الانتروبي واشوف منه الانتروبي او من الانفورميشن جان مالتها الاعلى هو رح يكون المتسيد على البقية فانا فيها البداية احتاج انه احسب عدد اليس والنو يعني انا احسب هنان اسوي احتمالية انه كم يس عندي هنا وكم نو لو نحسب سنو واحد اثنيا ثلاثة اربعة خمسة عندي خمسة نو والبقية يس فاسوف هاي الصورة اليس عندي تسعة والنو عندي خمسة واحسب احتمالية اليس والنو مثل ما تعفون الاحتمالية هو الجزء على الكل مجموحا لني اربعة عش فيعني الانتروبي مالتها رح يكون summation bdl x في لغارتهم 2 على الواحد تقسيم bdl x طبعا واحد تقسيم bdl x حتى اخليها ال bdl x فوق ارفعها لازم اخلي ماينس اهنانا حتى اجاوز انه اقسم الواحد تقسيم الاحتمالية اخلي الاحتمالية دي فوق ارفعها بهاي الصورة لغارتهم 9 على 14 وأخلي minus قبل الصميشن فأجي أحسب الاحتمالية لل 9 و لل 5 هاي بعدها الانتروبي مات الداتا سيت فأقول له minus أفتح قوس 9 على 14 عندي احتمالية اليس هي 9 الجزء قلنا على الكل ف9 على 14 مضروبة في لغارة الاحتمالية نفسة لغارة 9 على 14 زائد للنو فخمسة على ال 14 مضروبة في لغارة من 5 على ال 14 وقبل نحط اشارة minus الاوتبط مالتها رح يكون بهذا الرقم فهذا الانتروبي مالت الداتا سيت هذا في البداية رح أخليه في بالي هذا الانتروبي مات الـ parent from the above data for outlook temperature humidity and wind we can arrive at the following table هسه أبدي أحسب أشوفهم مثلا أنا عندي رح أسوي أقسم هذا الجدول وأشوفهم عندي هذا الـ outlook بش كم كلاس يعني الصني هذا الكلاس الأول والـ overcast والرين بيها 3 لابلات أو 3 كلاسات فأبدي أشوفهم كل صني ش كم نو أنطتني وش كم يس أنطتني أشوفهم كل صني كم نو أنطتني وكم يس أنطتني وأيضا الأوفر كاس أحسب كم نو أنطت وكم يس وكلالك بالنسبة للرين وأخلي هنا بـ هاي الصورة فعندي هنا الصني أشوفهم قلنا الصني كم يس أنطتني أرجع أحسب لكم يا هتتعرفون الشان أشوف هاي الصني أشوفهم عندي هنا صني هنا نو لعمونو فما أحسبها هنا ماكو عندي هنا أيضا ماكو عندي هنا صني هاي واحد هاي هنا ياس الأوتبوت وعندي هنا الصني أيضا هنا يس الأوتبوت فعندي هنا شنو لما تكون صني عندي ثنيا يس وأرد أشوفه لما تكون صني كم نو ها مخلي أحسب لكم ياها هاي صني فعندي أشوف كم نو انطلتني الصني هاي عندي واحد هنا ثنيا هنا ثلاثة فإذن الصني انطلتني ثلاثة نو واجه أخلي هنا توتل قلالك بالنسبة للأوفركاست أحسب كم يس انطلتني الأوفركاست هام رح أحسبها هاي الأوفركاست كم يس هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي اربعة إذن الأوفركاست انطلتني اربعة يس وانطلتني صفر نو يعني ما عندي لما تكون الحالة أوفركاست ما عندي نو وبالنسبة للرين أيضا هم رح أحسبها حتى نحفظ هالموضوع عندي هاي الرين أشوفهم كم يس انطلتني هاي واحد هاي اثنيا هاي ثلاثة اثنان ثلاثة هاي عندي ثلاثة هو النو عندي هنا واحد وهنا اثنيا فعند ثلاثة بثنيا عند ثلاثة بثنيا يعني الرين انطتني ثلاثة يس وانطتني ثنيا نو والصميشن ما لاتني يكون خمسة يعني صميشن هذا الصف خمسة وبالتأكيد صميشن عن مود يكون 14 هو حجم يعني عندي عن 14 ريكورد فالصميشن ماتن حيكون 14 هاي بالنسبة للأوتلوك اجي اساوي نفس الموضوع للتيمبيتشر عندي هاي آوتلوك خلصناها اجي اروح للتيمبيتشر نفس الشكل احسب عندي التيمبيتشر بيها ثلاثة كلاسات عندي هاي الهوت والنود والكول فاحسب كم مرنطة نيس وكم مرنطة نينون وكذلك له يومودتي يومودتي بيها كلاسيا الهاي والنورمال فاشوف الهاي كم مرنطة نيس وكم مرنطة نينون وكذلك النورمال واجد الصميشن مالاتين هاي له يومودتي هاي الهاي 3 مرات الطات نيس و 4 مرنطة نينون والنورمال 6 بواحد وقدنا هنا صميشن يكون صميشن الصف وهنا صميشن العمود بهاي الصورة طلاب لن أعدكم سؤال لللي جاي يسمعوا ايايه لا لا أقصد علي عيشن بسا انا كل مرة أسألك علي دعنا نشوف غيرك باقر احتيو ايايه باقر باقر امير احتيو ايايه باقر احتيو ايايه باقر باقر احتيو ايايه باقر 6 صادق قطع أنا جاي أسمعك كل الزيان صادق قطع ما صادق تشتون تشتون سمعت انه انا أسمعه كل الزيان باقر باقر صوت كل شيء واضح كل المشاهدين يستمتعون ويستمتعون نفسهم انه شون نحسب هذا الجدول يعني بعضكم يقولون ما دين اسمع هذا قلنا هاي الداتا ست اللي عندي بها اربعة اتروبيوت وعندي هذا الاوتبوت فابدي اسوي جدول ست صوتي يقطع ابدي اسوي جدول لكل اتروبيوت عندي الاوتلوك وتمبتشر وهمدتي والويند فالاول جدول حسبناه هو للاوتلوك الاوتلوك باربع كلاسات صني اوفر كاست ورين فابدي احسب اشوف كل صني كل صني كم ياس انطتني وكم نو وكذلك للاوفر كاست ورين بحيث يصير عندي هذا الجدول جدول جزئي من الجدول الرئيسي عندي هاي الصني بيها اثنين ياس وبيها ثلاثة نو فالصميشن مالتها يكون خمسة وعندي الاوت طيال حسبناه انه من تكون الصني كم ياس كان هو الاوتبوت فحسبت انه عندي ثنين وكذلك بالنسبة للنو و الابر كاست ايضا اربعة بصفر وراين ثلاثة باثنين شتو هون حسبناهن؟ هاي عندي هاي الصنيا، أتجي اروح على الاوتلوك أشوف هاي الصني و اروح عندي هاي الصني اشوف كم ياس اشوف هنا انا ما احسب هنا ما احسب الى ان لي قدت اه اين هو الصني هاي وحدة هنا انا وحدة هنا أنا ثنيا و ثنيا شوف هنا ثنيا نعم عندي هنا أصنعي نططني ثنيا يس وانططني ثلاثة نو وكذلك الأوفركاس انططني أربعة يس وانططني ما انططني نو أصنع والرين انططني ثلاثة يس واثنين نو أخذ الصميشن ما تلصف وخلي بهاي الصورة واخذ الصميشن العمود واللي هو غالبا ودائما ولازم يكون هو عدد الريكوردات الموجودة فيه الداتا ست الموجودة فيه المثال اللي عندي نفس الموضوع أطبقه للتيمبيتشر وأطبقه للهومدتي وللويند أبدأ هس شن أحسب الانتروبي لكل جدول من هذه الجداول يعني أبدأ أحسب الانتروبي أو معدل الانتروبي ما بين الپارنت والشايلد اللي هو الاوتلوك حسابه يكون بهذا يعني بهذه الصورة إنه أخذ الصميشن بي للأكس فيه الأتش للأكس أجي أخذ يعني الأوتلوك أشوفان كل كلاس بيها أحسب الانتروبي ما تواخذ الصميشن عندي هنا أنا مثلا في هذا الأوتلوك أجي أخذان 5 على الـ 14 واللي هي هذه 5 على الـ 14 مضروبة في الانتروبي 3 للأثنين يعني أنا ما عندي هذا بالنسبة للصني ما عندي 3 و 2 فأجي أقول 5 على الـ 14 مضروبة في الانتروبي ماتد 2 و 3 وزائد 4 على الـ 14 مضروبة في الانتروبي الـ 4 و 0 زائد 5 على الـ 14 مضروبة في الانتروبي 3 و 2 عندي هذا 5 على الـ 14 مضروبة في 3 و 2 4 على الـ 14 مضروبة في الانتروبي 4 و 0 زائد 5 على الـ 14 مضروبة في الانتروبي 2 و 3 أفتح هذا المعادلة أنزل هذا الكسر عندي هذا الانتروبي شون قلنا نحسبه قلنا أنه مضربة في لغارة من P للأكس وهنا ما ننسى إشارة السالب فعندي أخذ أول جزء اللي هو ثلاثة فثلاثة على الخمسة يعني أنا في البداية أخذ خمسة على الأربعة عشر وبعدين أبدأ هم أخذ احتمالية فخمسة على الأربعة عشر مضروبة في عدي ثنين على خمسة وثلاثة على الخمسة سجار كل جدوان رح نطلع انتروبي فأتي بس برش عليها شوية يعني ستساطي صبر ش عليها شوية حتى لا نستبق الأمور عندي هذا الجدول أخذ أول شيء خمسة على الأربعة عشر هذه الاحتمالية الرئيسية مضروبة في الانتروبي مات الاثنين وثلاثة ننزل هذه الاحتمالية في الانتروبي مات الاثنين وثلاثة فهنا تنزل خمسة على الأربعة عشر وهذا الماينس عرفنا ليش إجا ماينس لأنه عدي أنا في قانون الانتروبي واحد على البي ام يعني عدي بي للأكس الآن لو أقو هنا أنا ما عدي فان خلي أفتح لكم في الدارة مات الاثنين وثلاثة طلاب احنا مغننا بي للأكس مضرورة فيه له غارتهم بي للأكس طبعا هنا عندي سميشن وهنا ماينص لغارتهم هاي للأساس اثنية هذا قانون شنو قانون الانتروبي مثلا للوطفر يعني الاتروبيوت يساوي ماينص صميشن بي للأكس في لغارتهم بي للأكس اه فاني هنا فكيت هذا الانتروبي واخدت له الصميشن فوعد معد ثنين وثلاثة فاش اقول لا اقول لا يساوي الاساسية هي 5 على 14 وما انه هاني هنا عندي مضروبة فيه اللي هي قلنا ايدي الثلاثة والاثنين فاش راح تصير الخمسة على الاربطعش نتنزل نفسها ما نتلاعب بيها مضروبة هذا الماينص مات هذا الماينص وعدي هاني ثنين وثلاثة نعدي رقمين فاجأ اقول لا بي بي للأكس ثنين او الشي ثنين على الخمسة على الجزء فيه لغارتهم هنا انا ايضا احط قوس لغارتهم الاثنين على ثلاثة زائد عدي هنا رقم ثلاثة فثلاثة على خمسة فيه لغارتهم ثلاثة على الخمسة خلص هذا احسب الانتروبي مات الاثبوك اللي هو وقلنا اس للاثلوك راح اختصها واكتبها او انه عندي هاي الاساسية الخمسة على الاربطعش ما ضربه في الانتروبي مانت الكلاسات اللي تخص الاثلوك هذا اول جزء ونفس الجزء عايده بالنسبة للاؤوركاست احنا اول جزء حسبناه للصني نفس المضوع عايده للاؤوركاست ورنين واخر حاصل مجموحا يعني انا اتكلمت الساعة ان هذا اول جزء فاقول له زائد زائد هذا الجزء اللي هو اربع على اربع عشر مضربه في الانتروبي اربع والصفر زائد خمسة على الاربع عشر مضربه في الانتروبي ثلاثة والاثنين بحيث اغطيهم ثلاثتهم اربع على اربع عشر هنا صار الصفر ليش لانه انا عندي اربع انتروبي مات الاربع والصفر وهي اردي رح يصير صفر لانه رح اضربه في صفر زائد الاخير وحده اللي هو الرين فتكون خمسة على اربع عشر ما ضربه في الانتروبي اثنين وثلاثة والآوت بوت رح يكون هو هذا طلاب هاي اذا ما فهمتوها ما رح تفهموني البقية بس فهموني المعادلة هاي شون سويناها وشون طبقناها لان البقية هو شي مشابه نفس الموضوع اعيده على كل اتروبيوت بس فهمت عيديها المعادلة ماشي طلاب عندي هاي الانتروبي هاذا اللي كلاسر بس خلي احفظ اسمائهن بس سني اوبركاست ورين هذا الجزء الاول احنا ما عندنا سميشن الجزء الاول يخص السني الجزء الثاني يخص الاوبركاست وجزء الثالث يخص للرين واني اخذ حاصل المتوحة كل جزء ابدي افت يعني افتشون من فصخة النزل الاحتمالية اللي هي بي للأكس الاحتمالية شون احسبها لهذا الجدول هي مو صني سميشن مالتهم خمسة فاقلها خمسة على الاربوطعش مضربة فيه الانتروبي مالتهم زائد الاربع على الاربوطعش مضربة فيه الانتروبي مالت الاربع والصفر زائد الخمسة على الاربوطعش اللي هي احتمالية الرين مضربة في الانتروبي مالت الثلاثة والاثنين اذا فهمنا هذه رح نفهم شون يعني حتى نخلص منها الموضوع يعني خطوة لجوها ما يصير بها تعقيد هذه الخمسة على الأرباطعش مضروبة فيه الانترابي مالت الرين اللي هنه قائم هنا 3 ب2 وكذلك 4 على الأرباطعش مضروبة في الانترابي الـ40 وعندي زائد الخمسة على الأرباطعش اللي هو الانرين مضروبة فيه الانترابي 2 و3 أنزل باني الاحتماليات أنهن معه بهن أي من الأشكال وأبدأ أحل هذا الانترابي بنفس القانون القديم اللي هو قلنا بهاي الصورة اللي هو هذا ناقص في لغارة وابدي نعيف هذه حتى ما يصير بها عندي هنانة هذه لاثنين وثلاثة فحلتها بهاي الصورة ولو خلنا نخليها خلوا هاي أربعة مدية المسح قلنا ماينوس لو غارة بي للأكس هذا قانون الانتروبي بي للأكس انا عدي صاميشن عدي هاي اثنين وعند ثلاثة قد الانتروبي ماتت الاثنين وثلاثة فبالتأكيد او مرة اخذ الاثنين اخلص الانتروبي اللي هنانا زائد الانتروبي ماتت الثلاثة فشون ما حيصير احط هاي الصاميشن خلص شناها نقول لبي للأكس انا الاساس عندي خمسة فاقول لاثنين اثنين على خمسة يعني مو مشكلة لاني بدلت اثنين او ثلاثة يعني اثنين وثلاثة لنتبديل عادي بيهن فثلاثة على خمسة في لغارة من ثلاثة على خمسة ناقص ثلاثة على خمسة في لغارة من ثلاثة على خمسة بس انتبهون انه هاني هنان يعني الصاميشن ااخذها مات الثنين مو هاي الثنين الصاميشن مالتن خمسة فاخذها على الخمسة بس لما اقول خمسة على الارباطعش ااخذ من الخمسة يعني هي الرقم الاكبر من عدة مو تخربطون انه من الجزء ومن الكل الخمسة على الارباطعش اللي هو العمودي في الثلاثة على الخمسة اللي هو الصف الأفقي ثلاثة على خمسة في لغارة من ثلاثة على خمسة ناقص ثنين على خمسة في لغارة من ثنين على خمسة زائد هاي التكملة قلنا هنا ما انه عندي أربعة وصفر فهو رح يصير صفر لانه يعني لغارة مضرب رح يدي إدهينا نتيجة صفر بالتالي هذا الجزء هذا الجزء كله رح يكون صفر زائد الخمسة على الاربوطعش مضروه فيه لغارتم يعني مضروه في الانتروبي تبع الاثنين وثلاثة والاثنين وثلاثة عرفنا شون انه نفتحهن نقول الاثنين على خمسة نطبق عليهن قانون الانتروبي على كل وحدة بيهن ومناخذ حاصل مجموحن بحيث انهن ناتج عندي يكون 0.69 الآن طلاب اللي يستمعوني عدكم مشكلة هنا غير علي نور عبد الحسين وهاب لا لا واضح ما فهمت لا واضحة لا مو واضحة يا نور يا طلاب حتى نكمل محاضروا ياكم ونبتحنكم لا تمام واضحة اذا احنا خلصنا الانتروبي مالة الاوتلوك نحسب الآن انتروبي مالة التمبتر وايضا نفس الصورة نقول صميشن بي للأكس في الانتروبي أش للأكس بي للأكس قلنا هاي لخل نحسب هذا هنانا التمبتر بي للأكس هو هو 4 على 14 4 على 14 في الانتروبي مالة الاثنين واثنين زائد 6 على الاربوطعش مضوبة في الانتروبي مالة الاربعة والاثنين زائد 4 على الاربعة يعني هاي الاربعة على الاربوطعش مضوبة في الانتروبي مالة الكور اللي يتألف من ثلاثة وواحد فخلي نشوف الاهنانا فعندي هاي 4 على الاربا 21 قلنا نضربه في الانتروبي الاثنين واثنين و6 على الاربوطعش مضربه في الانتروبي الاربع واثنين و 4 على الاربوطعش مضربه في الانتروبي ثلاثة وواحد só Ella 1 يعني إن شاء الله عرفنا شو نفتحهن 4 على الاربوطعش قلنا هاي لاثنين على الاربعة في لغارتم buyout 2 عن 4 ناقص هاي 2 الثانية على 4 مضروبا في لغارتم 2 على 4 زائد هاي اللذنة نفس هذا الكسر مضروبا في minus 4 هذي على 6 مضروبا في نفس drive 4 على 6 ناقص الثانية في لغارتم 2 على 6 وكل ذلك بالنسبة لهذا الجزء عند الاوت بيت رح يكون 0.9 نفس المعادلة أعيدها على الهومدوتي والويند وكن بحثنا تجمالتنا بهذا الصورة أنه لا يحتاج أعيدنا أنه هو نفس القانون مدرور تطبيق أرقام فالبوينت السبعة هو بوينت الثمانية أجهزة أحسب الانفورميشن قن وقلنا الانفورميشن قن هو حاصل طرح الانترو بماتت البارنت ناقص الانترو بماتت التشايلد يعني هذا السابق قانون مجدد علي مثلا بالنسبة للأوتلوك دعونا نرجع الأوتلوك مالات الأبرج ويت هو بوينت تسعة وستين وحنا عرفناه فنزلها بوينت تسعة وستين وهذا الناقص واضحة فالانترو بماتت البارنت اللي هو احتمالية اليس والنو اللي حسبناها في أول خطوة واللي كانت هنا انترو بماتت اليس والنو اللي كانت أربعة وتسعين فهسا أقول الانترو بماتت البارنت اللي هي تبع اليس والنو تساوي بوينت أربعة وتسعين ناقص الـ فيما يخص الاوتلوك هو بوينت تسعة وستين فالاوتبوت رح يكون هذا بوينت اثنياً كذلك نفس الخطوة نطبقاً على البقية واللي هي والمودتي والوينت بحيث يصير عندي أربع قيم أشوف منه أكبر قيمة يعني عندي هنا بوينت اثنياً بوينت زيراً ثنياً بوينت واحد بوينت زيراً منه أكبر قيمة يعني منه أعلى رقم بالتأكيد الأعلى رقم هو الـ فهو رح يكون المتسيد إذنها صارت يعني استنتجنا أنه الـ هو إلى أكثر أهمية من البقية فيكون هو المتسيد هو رح يكون الـ عندي هاي فالـ هو رح يكون المتسيد يعني هو رح يكون على رأس الشجرة طيب الـ أنا ذكرت في أول محاضرة أنه بعدما أختار الأتروبيوت الأعلى أهمية أبدأ أطي تفرعات عدد هاي التفرعات أتحددها عدد الكلاسات الموجودة في ذلك الأتروبيوت يعني أنا هساً عندي في الآوتلوك عندي ثلاث كلاسات الصني والـ والـ فاش أسوي أفرع حين بهاي الصورة أحط الآوتلوك في أعلى الشجرة وأنطيها ثلاث تفرعات وكل تفرع يحمل اسم من أسماء الكلاسات اللي تخص الآوتلوك أبدأ أقراهن ألاحظ أنه الصني أدتني مرة نو مرة أدتني اس هذا الشيء يدل أنه أكل فد أتروبيوت ثانى جوه الصني وهي الأتروبيوت تساهم في اتخاذ قرار اليس والنو كذلك بالنسبة للـ الـ فمعناتها أنه أكل أتروبيوت جوه الرين تساهم في اتخاذ قرار أما يس و أما نو لكن ألاحظ في الـ الـ أنه الـ كلها أدتني اس شنو معناتها؟ معناتها الـ Overcast كلما كان عندي Overcast رح تنطيني Yes فمعناتها ماكو Attribute جو الـ Overcast يعني إذا كانت Overcast رح تنطيني Yes بسرعة ماكو Yes أو No فماكو هنا Attribute هنا لا هنا Decision رح نحط اللي هو Yes لكن المشكلة عندي بالصني وفي Array الصني يحتاج Attribute تكون هنا تساهم في اتخال قرار Yes أو No وكذلك بالنسبة لي Array فإحنا شون رح نساوي رح نعيد نفس العمليات السابقة على الـ Attribute الباقة اللي ما حسبناه اللي هنا Temperature واللي هو Humidity والWind وأشوف منه تكون تحت الصني ومنه تكون تحت الرين طبعا يعني شون أتخذ القرار قلنا نحسب تروبي لكل وحدة ونحسب Information Gun فاللي عدها Information Gun أعلى هي تكون أكثر أهمية واللي رح نحطها مثلا نقول جو والصني فنجي نحسب عندي هذا الهنى عند الصني أشوف عندي مثلا الـ Temperature واللي هو Humidity والWind هاي أنا قسم يعني Data Set قسمت أخذت أول فرع اللي هنا البيانات اللي تقرأ فقط الصني فشوف يعني أعيد نفس الموضوع بس أعتبر هاي Sub Set من الـ Data Set الرئيسية فأحسب الـ Yes وأحسب النوع لها نفس الأسلوب السابق عندي هنا ثلاثة Yes صورة ثلاثة No واثنين Yes أيضا ثلاثة 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 ثلا� و احسب كم هوت و كم ملد و كم كول يعني احسب كم مرة الهوت انططني يس و كم مرة انططني نو و كم ملد كذلك كم مرة يس و كم مرة نو و كذلك بالنسبة للكول بعد ما حسبناهن ابدي احسب الانتروبي اللي نفس معادرتنا لشنا لازقين بها ساعة هاي بيانات الهومدتي و هاي بيانات الويند كالكوليت الابرج ويت انتروبي طلاب ماشيوا اياكم الامور اكمل نعم اكمل دكتورا ماشي ايضا قلنا نعيد نفس الموضوع نحسب الانتروبي او الابرج ويت انتروبي فهنا احط الصني و اول انتروبيوت راح اخده هو التيمبيتشر فانزل نفس القانون السابق و نفس الحسابات السابقة بس هالمرة قلنا ما نروح على الداتا سيت الرئيسية لا نروح على الداتا سيت الفانوية اللي هي هادي و احسب و اللي استنتجنا معنومات التيمبيتشر منعدها و اللي هنا يعني بهاي الصورة بهذا الجدوار رتمناه فجسة اقول 2 على 5 مضروبة في الانتروبي صفر و 2 زائد 2 على 5 مضروبة في الانتروبي واحد و واحد زائد واحد على 5 مضروبة في الانتروبي واحد و الصفر طعا هاي سهلة لنبيه اصفار هواية في خلال نذهب بهاي الصورة هنا هاي ارقام راح تكون هاي و هاي هذا ما انه بها 0 و هاي بما انه 0 فخيب والاوتوت راح يكون 0 فما احسب هين لك تعبون الواحدكم احسب بس بهذي 2 على 5 يعني 2 على 5 راح تكون بهاي خلنا نفتاح نسويها نسحن لاني يعني دي هنا 2 على 5 مضروبة في الانتروبي اه افتح قوس واحد على الاثنين مضروبة في لغارة طبعا هنا تنتبهون لغارة من البيس 2 واحد على الاثنين مينس ايضا نفسها راح نعاد انا عدي واحد بواحد فرح نعاد نفسها او بتردون ضربوه في اثنين بس انا راح عيدها نفسها حتى تعرفوني شنا الموضوع واحد على الاثنين مضروبة في له غارتهم واحد على الاثنين الاوتوت مالتهم راح يكون هو الأفرج ويت ولي هو بوينت اربعة هذا التطبيق يعني اذا فكيتو هذا المعارقم اذا افتحتوه حليتوه راح يكون مالتها بوينت اربعة فهذا الأفرج ويت مالت تيمبيتشر نفس القانون اعيدها للهيوموديتي اشوف اقرأ بيانات هاي الهيوموديتي طبعا راح يكون صفر لانه كلهم اصفار يعني عندي هنا حقليا هاي ونورمال وثلاثهم بهن اصفار فخلاص صفر واجد الويك للويند وبيانات اقراهن الويك يعني الكلاثات مالتها ويك وسترونج واجد الانتروبي مالتها فلسا انا عندي اتروبيات اثنية تيمبيتشر وعندي الويند فهاي بوينت اربعة وهنا بوينت تسعة اجي احسن الانفورميشن قل مالتها فاشوفه انه الانفورميشن قل يعني اني حاصل طرح الانترو الانتروبي مات البارنت واللي كان هنا هذا بوينت تسعة لان ناقص الانتروبي مات التيمبيتشر تجين الانفورميشن قل مت التيمبيتشر ايضا انقصها واني انقصها من الانترو عن انترو بمثورميشن قل مت راحيطلع الانترو بمثورميشن قل مات الويند فهنا .97 ناقص bowie macho هنا صفر ناقص بين سبعة تسعين راح تبقى نفسها وعنان الانفورميشن قل للويند هي .002 اقرأ منه اعلى انتروبي اشوف انه منه اعلى انفورميشن يعني عندي صالة ثلاث قيم 0.5 0.9 0.2 فاعلى انفورميشن عندي هنا هي الهيوموديتي فاش استنتج استنتج انه تحت الصني رح تكون عندي الهيوموديتي تحت الصني هذي رح تجيني الهيوموديتي معلاتها انه اذا كان الصني الهيوموديتي هي رح تساهم في اتخاذ القرار النهائي فاخلي هذا المستطيل واخلي الاتروبيوت اللي عندي واللي هي الهيوموديتي ايضا الهيوموديتي اجع فرحها الى فرعيا واشوف ليش فرعت الى فرعيا لانه بيانات الهيوموديتي هن اثنين عدي high وعدي normal فخلص فرعت high وnormal واقرأ بيانات الهي اشوف انه كل بيانات الهي ادت الى no وكل بيانات النورمال أدت إلى yes فخلص معنا تجول هاي دائما يكون no وجول نورمال دائما يكون yes ماكو attribute لو كانت مثلا عندي مثلا هنا هنا كله no لكن عندي في النورمال مرة yes ومرة no فاش أسوي تحت النورمال لازم ما أخلي قرار النهائي لا أخلي attribute أو أحسب أو أقول أنه أكو attribute أخرى تساهم في اتخاذ القرار النهائي بس هنا في قراءتنا لهذه البيانات لاحظنا أنه كل ما عندي humidity high كان الأوتبوت no وكل ما عندي humidity normal كان الأوتبوت yes فانتهينا من هذا البرنش أو من هذا الفرع طيسا قلنا خلصنا من humidity والovercast هي already جايس نجي على rain الrain الأتروبيوت الأخرى كانت هي wind يعني أبدي أحسب أعيد نفس الأمور فيما يخص temperature فيما يخص rain وأشوف المن الأتروبيوت اللي تكون أعلى أهمية wind low temperature أنا سمعت لكم إياها بس هو نفس القوانين أجي أحسب rain أقسم rain أقسم rain وأحسب اليس والنوء اللي إلهي وأحسب الانتروبيوت بين الwind وبين temperature من أعلى انتروبيوت رح ألاحظ يعني إذا حسبتوا رح نشوفون إنه الwind هي أعلى information gun فأخلي هي اللي تكون تحت ال rain وأيضا أفرحها إلى فرعين وألاحظ إنه كل ما كان ستروك رح تطيني نوء وكل ما كان تويك رح تطيني yes فهذا رح يكون الشكل الشجرة النهائي أو هذا هو decision tree قد البعض يسأل temperature وين راحت temperature ما مؤثرة في اتخاذ القرار لهذا السبب ما ظهرت عندي temperature ما تساهم في اتخاذ القرار بياناتها غير مهمة لهذا السبب ما ظهرت في decision tree النهائية اللي عندي لو كانت البيانات غير بيانات وتقرأ بغير صورة قد تقرأ temperature بس على أساس هاي ال data set اللي عندي يعني ما عندي يعني temperature بقراءاتها وبياناتها غير مؤثرة وهنا خلصت يعني خلص الشكل النهائي للشجرة أو لل decision tree اللي عندي